تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء أقامت كلية البحرين للمعلمين بجامعة البحرين حفلة خريج الفوج الثاني عشر من طلبتها من خريجية العام الجامعي لعام 2022-2023 وخريجية الفصل الأول من العام الجامعي 2023-2024 جاء ذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين وعدد من الوزراء والمسؤولين والأكاديميين وجمع غفير من الطلبة وأولياء الأمور وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة بالجامعة خلال الحفل ألقى سعادة وزير التربية والتعليم كلمة عرب فيها عن بالغ اعتزازه بتزامن حفل التخريج مع ذكرى اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم مؤكدا أن الأسرة التربوية تفخر بما اتحقق للوطن الغالي من مكاسب وإنجازات رائدة في مختلف المجالات وخاصة في القطاع التعليمي منوها بالخطط الاستراتيجية والبرامج والمبادرات والمشاريع التعليمية التي تتابعها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ودورها في وضع الأسس اللازمة لبناء منظومة تعليمية عصرية تواكب التحولات العالمية وتلبي حاجة الوطن من الكوادر والكفاءات المؤهلة وضم حفظ التخرج سبعمائة وواحد وثلاثين خريجا وخريجة من البرامج التالية البكالوريوس في التربية ودبلوم الدراسات العليا في التربية والدبلوم العالي في القيادة المدرسية والدبلوم العالي في القيادة للمعلمين والدبلوم العالي في التربية الخاصة بالإضافة إلى خريجي برنامج ماجستير القيادة التربوية من جامعة بوستن لطالما كان ولا يزال المعلم هو المخزون المعرفي والثقافي الذي تستضل بظلاله عقولا تفقه وتعي دور العلم في بناء ذاتها وما من مجتمع واعد ومزدهر إلا وكان التعليم هو سيد المشهد وعبر مسيرة حافلة وخطوات ممنهجة أولت مملكة البحرين المعلم والتعليم أولوية قصوى لتحقق تطورا ملموسا في التعليم يحصد ثمارها صروح تعليمية مرموقة ككلية البحرين المعلمين التي تخرج أفواجا من الطلبة هم من خيرة المعلمين والمعلمات ليكونوا الشريكة الفاعلة والمساهمة في بناء الأجيال كلية البحرين المعلمين باتت اليوم من أهم الأركان تطوير العملية التعليمية في مملكة البحرين فهي معنية في تدريب المعلمين وإعدادهم وفي نفس الوقت معنية بتدريب القيادات التربوية ويعول عليها بشكل كبير جدا في رفض المدارس الحكومية بكل ما تحتاجه من مورد بشرية اليوم أيضا شهدت هذه المناسبة تخريج أيضا الفوج الأول من خريجي جامعة بوستن في ماجستير القيادة التربوية وهذا طبعا نتيجة التعاون الدولي ما بين كلية البحرين المعلمين وجامعة بوستن في الولايات المتحدة المبكية وهذا طبعا يؤكد على المكان الدولي المرموقة لكلية البحرين المعلمين أن يكون لها مثل هذا النوع من التعاون مع مؤسسات تعليم عالي دولية مرموقة نبارك طبعا للطلبة الخرجين ولأولئة أمورهم ونتمنى لهم إن شاء الله رحلة موفقة في الميدان التعليمي بحيث يقدمون العلم والمعرفة لأبنائنا وبناتنا الطلبة بكل اقتدار وإن شاء الله كلية البحرين المعلمين سوف تستمر في تنفيذ برامجها وفي تخريج المزيد من الدفعات لتطوير العملية التعليمية في ملكة البحرين أبارك لجميع المتخرجين الذين تخرجوا اليوم فهم استطاعوا أن يتخطوا المعايير الصعبة وكنت متأكدة أن الطلبة على قدر من المسؤولية ليكونوا من أفضل المعلمين في البحرين يسعدني أن لدي مجموعة من خرجي بوستن ولديهم ماجستير في دراسات نوعية وفخور ألطن بمخرجات كلية البحرين للمعلمين شهد الحفل تخريج 731 خريجا وخريجا من البرامج التالية وهي البكالاريوس في التربية ديبلوم الدراسات العليا في التربية الديبلوم العالي في القيادة المدرسية الديبلوم العالي في القيادة للمعلمين الديبلوم العالي في التربية الخاصة وبالإضافة إلى خريجي برنامج ماجستير القيادة التربوية من جامعة بوستن طبعا في هذا اليوم بالتأكيد نعبر عن بالغ سعادتنا الكبيرة بهذا الإنجاز الذي تم تحقيقه الشكر موصول بدرجة كبيرة إلى وزارة التربية وعلى رأسها وزير التربية على إتاحة هذه الفرصة لقد كانت فرصة جدا رائعة تعلمنا فيها الكثير من خلال مقررات هذا الدبلوم حيث اكتسبنا مهارات قيادة المعلمين وتوظيف البحث الإجرائي في التعليم واستراتيجيات التعليم هناك الكثير الذي اكتسبنا في هذه الدراسة سعيدة جدا بهذا اليوم بهذا الاحتفاء فعلا جاء بعد دراسة مطولة في مهارات القيادية وتعلمنا الكثير من هذا الدبلوم خلال الدراسات ومن تفاعلنا مع الطلاب الآخرين كانت تجربة جدا ثرية ونشكر سعادة وزير التربية الدكتور محمد بن مبارك جمعة سعيدة جدا بتخرجي من هذه الكلية العظيمة اللي خرجت اديال من المعلمين اللي يساهمون في رفعة التربية والتعليم في البحرين ونتمنى ان احنا نكون احد المساهمين في هذه النهضة ان شاء الله في مملكتنا الغالية مملكة البحرين طبعا سعيد اليوم تواجري كخريجة اول دفعة في ماجستير القيادة التربوية بالتعاون مع جامعة بوستن الحمد لله رب العالمين كنا اول دفعة والشكر موصول الى سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة على هاي الجهود الجبارة اللي قربت لنا البعيد لشباب بحرينيين لمواصلة الدراسة العليا سعيد جدا بهذا التخرج وودنا اشكر كليات البحرين المعلمين وجامعة البحرين ولوما الاجتهاد ومساعدة الدكاتورة في كليات البحرين المعلمين ما وصلنا لهذا اليوم اول شي نقول الحمد لله على التخرج الحمد لله على هالرحلة الجميلة ودي اشكر زملائي اشكر الدكاتورة الموجودين معاونا اللي مشوا معاونا من بدايات الرحلة الى نهاياته واقول الحمد لله بالبركة حق لي وحق زملائي على التخرج إن التعليم شغف لا ينتهي ويبقى المعلم هو الرسالة السامية والمهنة العظيمة وأن في تخريج هذه الكوكبة من خريجي وخريجات كلية البحرين للمعلمين بعد إعدادهم وتأهيلهم إنجاز جديد يضاف لكلية البحرين للمعلمين في ظل إنجازاتها التعليمية والتدريبية المتميزة رحلة من الجدي والاجتهاد تكللت بتخريج الفوج الثاني عشر من كلية البحرين للمعلمين هذه الكلية التي تسخر بمخرجات تعليمية عالية من شأنها أن تسهم في رفض المنظومة التعليمية بكوادر تعليمية مؤهلة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر